بحلة جديدة يعود طريق أبو غريب فلوجة رمادي للخدمة بعد إعادة تأهيله بالكامل دائرة الطرق والجسور أكدت أن إتمام هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجية حكومية متكاملة لتطوير مداخل العاصمة والطرق السريعة والجسور هذا الجزء الأول من القاطع الغربي طولة 40 كيلومتر هو الجزء المسمى طا 9 ضمن أجزاء المرور السريع العمل تشمل تأهيل ممرين من هذا المقطع وقشط المناطق المتضررة بالكامل وإضافة طبقتين طبقة سطحية غير مبلمرة بسمك 4 سنتيم وطبقة سطحية مبلمرة بسمك 5 سنتيم المرحلة الثانية في طور الإعلان من ناحية السقلاو إلى 35 والمراحل الأخرى تباعاً حقيقة هذا ما يسهل الحركة بين البلد والدول المجاورة وخاصة حركة الحجاج وطريق المسافرين الذين يربطوا العراق بالأردن والسورية من مدخل أبو غريب وحتى تقاطع الثرثار استمرت عملية إعادة التأهيل بنفس التصاميم الأساسية وبثلاثة مسارات ذهاباً ومثلها إياباً فضلاً عن ممر وقوف اضطراري وفتح جسور كانت مغلقة على طول الطريق وتأهيل الأسيجة الجانبية وإنشاء مداخل ومخارج خارسانية تأثيث الطريق بالأصباغ الحرارية والشواخص العاكسة وإعادة تأهيل السياج الوقائي ومد السياج السلكي ودت تنفيذ المشروع 450 يوم الحمد لله تم إكمال المشروع بمدة المشروع 450 يوم بدون أي مدد إضافية أهميته طريق المرور السريع رقم واحد تتأتى من كونه يربط العراق بسوريا والأردن فضلاً عن محافظات بغداد والأنبار وصلاح الدين إذ أكدت وزارة الإعمار والإسكان تسريع وطيرة الإنجاز والمضية بإتمام المتلكئي منها ضمن توقيتات محددة وبمواصفات قياسية عالمية من بغداد زيد الطائل قناة العراقية الإخبارية ترجمة نانسي قنقر